ازايكم يا جماعة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هتكلم على نصايح مهمة جدا جدا لاصحاب برج الحوت في شهر فبراير لعام 2020 برج الحوت نصايح كتير هقولها ولكن يعني خلينا ان احنا بس نركز عليها يعني اول نصيحة هقولها لكم هي المهمة جدا جدا احنا عندنا بعض الكسل وخلينا ما نكبرش ونقول ان احنا فعلا عندنا كسل كبير جدا في مشروع احنا دخلين فيه في حاجة احنا مخططين لها اساسا وعارفين الخطوات المهمة اللي احنا ممكن نعملها او نقوم بيها لكن احنا عندنا كسل في التنفيذ او تأخير او تأجيل او بقرة او بعده دايما عندنا الفكرة دي جدا يعني اصحاب برج الحوت قادر اقول ان 90% منهم عندهم كسل شديد قوي ودي عيب او ده مشكلة احنا بنمر بيها لان احنا بنرمي حاجات لبعد كده وده يسبب لنا مشاكل كتير ان احنا بنرمي لبعد كده فهيبقى اهم كبيرة علينا يعني ما بننجس حاجة فخلينا ننجس في شهر فبراير لان عندنا فيه تمييزات كتيرة جدا جدا عندنا فيه ايجابية عندنا فيه دعم من الاصدقاء عندنا فيه دعم من خطوات ومن حركات الفلك جدا فخلينا ان احنا يعني نمتلك الحظ ده وان احنا يعني نستغل الوقت ده ودي خطوة تكون مهمة جدا فاول حاجة ان احنا ما نتكسلش تاني نقطة احنا عندنا خوف من بعض الخطوات او ان احنا عندنا اسمها ايه يعني هو مش كسق بس احنا عندنا برضو خايفين ناخد خطوة جامدة خايفين نعمل حاجة خايفين نخش مشروع فنخسر نقطة دي مهمة جدا يمكن كمان موضوع الخوف ان احنا ندخل على مشروع ندخل على حاجة نعمل حاجة ننفس خطة معينة يمكن ده كمان اللي سببه الكسل يعني احنا او الخوف ده سبب للكسل انه يظهر في حياتنا فالنقطة دي مهمة جدا يعني لازم كمان ان احنا نكون متسرعين عشان ننجز مع الوقت عشان نحنا يعني نمتلك الوقت اكتر نمتلك الحظ اكتر نمتلك الاجابية ان احنا نكون بنحاول على قد ما نقدر يعني ناخد الظروف في صفنا احنا احنا عندنا حظ كبير وعندنا حاجات كتيرة ايجابية خلال شهر فبراير فخلينا نستغل ده ونتسرع في الخطوات النصيحة اللي بعد كده هقولها مهمة برضه لو انتو مسافرين عشان ندور على وظيفة او ندور على عمل يبقى ما نسافرش يعني ما تسافروش الا لما يبقى فيه عمل او فيه حاجة انا رايح على اساسها اما هروح ادور هروح ان انا لسه هجرب حظي هروح الحاجات دي كلها لا اصف نسافر نوزها نسافر لو فيه حد احنا رايح له لكن احنا رايحين نجرب حظنا وبختك يا بوخيت لا هيبقى صعب جدا جدا وهيبقى فيها معاناة لان احنا طبعنا مش من النوع اللي بنعرف نتكيف مع الاوضاع ونجرب وندور يا برج الحوت وانتو عارفين ده كويس جدا انتو عايزين لحاجة اللي هو ايه ابقى انا عارف ومخطط لها قبل ما اروح عشان متعبش عشان مزهقش لان انا اخل ايدي برج الحوت يقولك انا اخل ايدي النصيحة اللي بعد كده مهمة جدا يا برج الحوت احنا عندنا اكتشافات قوية جدا جدا للاشخاص وده انا اتكلمت عنه في التوقعات خلينا ان احنا نكون اللي يحاول بقى يستعطفنا مرة تانية شخص ظلمني عمال لي مكيدة ايا كان انا اكتشفته خلاص الشخص ده بيحاول انه يستعطفني يحاول ان هو يجر معايا تاني ان احنا صحاب ملنش الله بعد ده احنا عشرة عمر ده احنا ملنش الله بعضين كل الكلام ده فقت منه تماما لانه ما بيأكلش عيش لانه هو شخص يستعطفك لاجل مكاسب تانية انت بالنسبة له مكاسب هو شايف ان انت ممكن يكون هيتطلع من وراك بمصلحة اللي عمل لك ما كده ما نقاملهوش تاني يعني خلينا ان احنا ما نقامدش للشخص ده مرة تانية النصيحة اللي بعد كده مهمة احنا عندنا روحانيات كتيرة وقلت ده في التوقعات واحنا اساسا برج روحاني يعني برج الحود برج روحاني جدا فخلينا نقامل بروحانياتنا يعني ايه يعني لما تحلم حلم والحلم ده مثلا حسيت ان هو انزار من حاجة معينة خلينا نسمع كلامنا يعني نسمع كلام الروحانيات نسمع كلام الحلم ده نشوف ايه الدنيا دي او احساسك ان فيه شخص انت مش حبه الشخص ده انت شايف ان هو يعني مفيش منه حاجة كويسة او حاسس منه بحاجة وحشة لابعد عنه يعني حتى لو انت شايف لو انت ظاهر لك في الواقع ان هو حد كويس جدا او حد طيب حد محترم او الحاجات دي كلها لا يبقى انا مقربش برضو افضل خلينا نكون مؤمنين بقلبنا اوي ومؤمنين بروحانياتنا جدا لان الروحانيات هتلعب معكم دور مميز اوي اوي يعني شهر فبراير هيكون عندكم هتحسوا ان فيه حاجة غريبة هتحسوا ان انتم خويين هتحسوا ان فيه حاجة غريبة فيكم يا برج الحود هنا كمان ما نستغربش ودي برضو اعتبروها نصيحة لاني بلاقي كتير من اصحاب برج الحود يخافوا من نفسهم يعني لسه كنت بتكلم مع حد مع برج الحود بقول انا بخاف من نفسي انا بخاف انام لوحدي عشان هو بقول انت عندك روحانيات عالية يعني ده حاجة مميزة ده حاجة ايجابية ان انت تحس بحاجة ان انت تشوف حاجة ده كلها حاجات ايجابية فحاجة ما نخافش منها برج الحود انتو فيكم حاجة كده يعني للف لله ودي كتير جدا جدا بيتمناها فخلينا ان الحاجة دي على فكرة اصلا بتروح يعني الكتر الخوف منها او الحكيان فيها بتروح وترجعوا تندموا لان هي حاجة ايجابية هتحسوا فيها بفرق كبير جدا انتو بتعرفوا حاجة بتحسوا بحاجة بتدلكم على الطريق الصحيح فخلينا ان احنا نكون فرحانين بحاجة زي كده يا برج الحود كمان فيه نصيحة تانية مهمة اوي اوي للوضع العاطفي ورجو للحود بالذات برضو ممكن مرأة الحود اي اغراء عاطفي اي اغراء من شخص ممكن يكون ان هو بيدعي ان هو بيحبكم او امرأة يا برج الحود شايفها انت ان هي حاجة حلوة وامورة وجميلة ولزوزة وكل الحاجات الحلوة دي خلي بالنا نخلي بالنا لان احنا هنتعرض لالعيب من حيث الاغراءات من حيث الاغراءات من الجنس الاخر نخلي بالنا وهي اكثرها اي امرأة بتحاول تغوي برج الحود وخاصة لو انت متزوج يا برج الحود نخلي بالنا جدا جدا لان يحصل مشاكل كبيرة قوي قوي احنا هنكون اكبر منها وخلينا كمان ما ندخلش في المواضيع اللي زي كده لان احنا يعني من الاخر لو دخلنا فيها احنا عاطفيين ووقت العاطفة ما بنعرفش نفكر فخلينا ان نكون نحكم عقلنا من البداية قبل ما ندخل في اي موضوع تاني او علاقة فيها اغراء او علاقة بدايتها مش مش صحيحة يعني هتعمل مشاكل كبيرة واحنا اكبر من ده وعندنا حاجات كتير يعني ايجابية فخلينا نشغل بالنا في العمل والتصليح العاطفة اللي عندنا وتصبيت الدنيا عندنا اكتر من ان احنا ندخل في علاقة تانية كمان فيه نصيحة تانية مهمة قوي قوي برده يا برج الحوت وعلى فكرة هي النصائح كلها مهمة جدا يعني فيه نصائح كتير قوي بس اللي هنركز عليه هي النصائح المهمة اللي احنا محتاجينها حقيقي في شهر فبراير وكمان نركز فيها عليها الفترة اللي بعد كده بس احنا محتاجينها اكتر في شهر فبراير النصيحة اللي بعد كده يا برج الحوت انه هي ان ما نرجعش لحد خنى ما نرجعش لحد ظلمنا كنا مخطوبين لشخص والشخص ده طلع انه مش كويس ظلمنا في حاجة خنى في حاجة بلاها بلاها تاميما احنا عندنا في الاوضاع العاطفية الاوضاع تتحسن بشكل كبير جدا يعني هيكون في حب تاني وهيكون في حسين في الاوضاع العاطفية فخلينا الشخص اللي ظلم او عملنا مشكلة او ضغط علينا نفسيا ما نرجعلوش الماضي عمتا يا برج الحوت خلينا ان احنا يعني ان لو يعني ابعد عنه ابعد عنه وخلاص من الاخر كده خليونا نبعد عن الشر ونغنيه لو خلينا جدا كمان يا برج الحوت احنا محتاجين نخلي بالنا من الوضع الصحي جدا لان الوضع الصحي عندنا متشقلب فيه لغبطة احنا عندنا فيه ارهاق فيه عندنا تعب فيه عندنا بنعاني من السمنة بنعاني من زيادة الدهون في جسمنا بنعاني من الضغط بنعاني من وجع في العظم فيه رطوبة في جسمنا كمان كتير من برج الحوت بيشتك الفترة دي من الرطوبة في جسمه فخلينا ان احنا نحافظ على صحتنا اكتر نشوف ايه طرق العلاج الامثل ونعالج نفسنا وكتير خارج من اصابات يا برج الحوت الفترة اللي فاتت خلينا ان احنا برضو نكون محصنيين نفسنا من خلال العين من خلال الضغط النفسي من خلال الصحة الجسمانية ان احنا لو فيه اي علاج نواظب عليه لو احنا محتاجين نروح لدكتور نبقى احنا نواظب على ده بحيث ان احنا ما نبقاش بنكبر المشكلة اكبر من حجمها كمان الطرق السريعة لو احنا بنزافر على طرق سريعة او يعني في الحوادث العربيات والسيارات والحاجات دي كلها نخلي بالنا يعني نكون ماشيين على سرعة منتظمة اي حاجة بقى فيها سرعة وصحب ونفس صحبي بالعربية والحاجات دي كلها واعمل لفة والخمسات والحاجات دي كلها انا عارفة الكلام ده كله فخلينا نبعد عن الكلام ده اللي الله يسيقكو يعني عشان احنا مش عايزين ايه مشاكل وعايزين حاجات زي مش عايزين الكلام ده عايزين نحافظ على صحتنا عايزين نحافظ على جسمنا ونحافظ على دنيتنا يا برج الحود ولازم ان احنا نكون متفقلين اكتر يا برج الحود برضو يعني ده مهم جدا ان احنا نكون متفقلين للجاي ان احنا نكون مستفشرين خير ووسكين في نفسنا جدا جدا ان احنا قد اي حاجة و ان احنا أقبى من أي حد او اتحدي ي kombin we have for hot would act GRE فنخبض احنا مش هنفضل ان احنا ت惜 لكن احنا محتاجين جدا جدا ان احنا نتحدى نفسنا و نفس نفسنا ان احنا نقدر نوصل ونعمل حاجات كتيرة قوي قوي هي النصائح المهمة قوي قوي يا برج الحوت الى المفروض ان احنا نق Neighbor بحبكم جدا 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 و شكركم من كل قلبي للنفس وهو رائب جدا جدا انا اشيل فلتر ده النضارة دي عيني يعني بدأت تتحسن الوضع بدأ يباك ويباك ويباك بعتذر جدا انا طولت عليكم لا تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناة تفعيل الجرس